ما كان مجرد تحذير وبعيد بات حرباً وجودية بين أوبيك بلاس وبايدن الذي دشن بوادر تحالف دولي في مواجهة الكارتل النفطي بالكشف عن طلبات أمريكية لكبار المستهلكين للنفط قصد استخدام احتياطاتهم الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار الخامة وما ترتب عنه من زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المعنية بالطلب الأمريكي شاملة الهند واليابان وكوريا الجنوبية وحتى الصين التي وإن اختلفت المواقف وتباينت الاستراتيجيات الأمريكية مع ما تراه بكين فإن مصلحة خفض أسعار الذهب الأسود قد يدفع ثاني اقتصاديات العالم للاستفاف إلى جانب واشنطن في توجه صيني نادر في مواجهة ما تسميه إدارة البيت الأبيض بتمرد كبار المنتجين لا تتوانى إدارة بايدن في استغلال جميع الوسائل لصد محاولات التحالف النفطي بقيادة روسية سعودية للخروج عن بيت طاعة دركي العالم في حرب بدايتها رسالة واضحة وملموسة بسحب كميات قد تصل لثلاثين مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في أكبر البلدان استهلاكا للخامي في العالم حرب كسر العظام بين بايدن وأوبك بلاس بدأت فعليا في وقت يتمسك جل أعضاء التحالف النفطي بمواقفه إزاء مواصلة سياسة رفع الإنتاج التدريجي بحدود أربعمائة ألف برميل يوميا خلال ديسمبر المقبل بالتزام مع توقعات بعودة العالم إلى تخمة المعروض في غضون الربع الأول من العام القادم موسيقى